بعد حالة جدل استمرت أسابيع حول وجود حالات لكورونا من عدمها في اليمن أعلنت اليوم اللجنة الوطنية للطوارئ رسميا عن التأكد من حالة إصابة بالفيروس في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت تم تسجيل أول حالة إصابة فيروس كوفيد ناينتين في بلادنا في ساحل حضرموت لمواطن يمني في العقد السادس من العمر وهو يتلقى العناية والرعاية الصحية في أحد مراكز العزل في محافظة حضرموت الساحل عشر رأي العام ولا يزال حالة قلق شعبي يترقب ظهور أي حالة محتملة خصوصا في المواطنين العائدين من الخارج والذين تم التعامل معهم بشكل يتناقض تماما مع مبادئ العزل الصحي على منافذ المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الأمر الذي دفع بعض المواطنين الموقوفين في نقاط التفتيش التابعة للميليشيا إلى خيار الدخول إلى مناطقهم عبر وسطاء محليين قاموا بتهريبهم فرض الحوثيون إجراءات بدت في أغلبها ارتجالية تفتقل لشروط الحجر المتعارف عليها عالميا وظل الأمر رهن التحفظ والتعتيم بل والقمع أحيانا مع أي مصادر تتحدث عن احتمال وجود حالات مشتبهة بإصابتها في مناطق سيطرة الشرعية بدأ الأمر أكثر جدية في إطار ما تسمح به الإمكانات حيث اتخذت سلطات محافظة حضرموت على سبيل المثال جملة من الإجراءة الأمنية والصحية لعل أهمها توجيه محافظ حضرموت للأجهزة الأمنية والعسكرية ومكاتب الصحة ومدراء المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع ومنع أي احتمالات لتفشي فيروس كورونا في هذه الظروف تبرز التساؤلات عن القدرة الحقيقية للسلطات الصحية في عموم المحافظات على السيطرة على الوضع ومحاصرة الوباء من أي انتشار لا سيما في حالة الانقسام السياسي التي تعقد من إجراءات التنسيق لمواجهة العدو البيلوجي المشترك